موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من شبكة شام الإخبارية حيث نطالع في أبرز عنوينها شخصيات لبنانية شيعية ترفض منطقة تجويع والقتل والحصار على مضايا وجاء في تفاصيل الخبر رفضت شخصيات شيعية لبنانية منطقة تجويع والقتل والحصار والتركيع المطبق على أهل مضايا معلنين براءتهم لما اسمه بالهولوكاست السوري ومطالبين المسلحين اللبنانيين من الانسحاب من الأراضي السورية داعين لتفعيل حل سياسي بين الأطراف المتنازعة للخروج من الأزمة وقالت مجموعة من الشخصيات والناشطين اللبنانيين من الطائف الشيعية في إعلان الأسموه إعلان مضايا إنهم يتضامنون مع أهل مضايا ويرفضون منطقة تجويع والحصار والقتل والتركيع الذي يفرضه النظام السوري وأعوانه عليهم حتى الموت واعتبرت إعلان النظام السوري قبوله إدخال الأغذية إلى مضايا وتراجعه عنه إثبات لوقائع جرائم موت الناس جوعا في مضايا بحسب ملشرته وسائل الإعلام مشيرة إلى بيان الإعلام الحربي لحزب الله الذي أكد تورطه في حصار التجويع للبلدة وجوارها على حد تعبير الإعلان ونقرأ في عنوان آخر تركيا إلقاء القبض على ثلاثين شخص بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة حيث ألقت السلطات التركية القبض على ثلاثين شخصا في ولايتي أدنى وإلزاغ بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة وتشير المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر أمنية أن وحدات مكافحة الإرهاب في ولاية أدنى ألقت القبض على ثلاثة وعشرين شخصا بعد أن شنت عمليات أمنية على عدد من العنوين عقب حصولها على معلومات بوجود أشخاص يريدون الالتحاق بتنظيم الدولة وذكر مراسل الأناضول أن الشرطة التركية ألقت القبض على خمسة عشر مصريا وروسيا بالإضافة إلى سبعة أتراك تكلفوا بإيصالهم إلى الحدود السورية كما نقرأ في عنوان آخر طيران التحالف الدولي نفذ أحد عشر ضربة جوية على مقرات للتنظيم في سوريا حيث جاء في تفاصيل القبر قالت قوة المهام المشتركة في بيان يوم الأحد أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت أحد عشر ضربة جوية على مقرات لتنظيم الدولة في سوريا وخمسة عشر ضربة في العراق وأفد بيان قوة المهام المشتركة بأن الضربات في سوريا وقعت قرب مدن من بينها الرقة والبوكمال وعين عيسى ودير الزور حيث دمرت غارة ستة عشر محطة متنقلة لفست الغاز عن النفط وبالانتقال إلى صحيفة عنب بلدي نقرأ في أبرز عنوانها دومة الطيران الحربي يستهدف المدينة ويقع ضحايا حيث استهدف طيران الحربي مناطق عدة داخل مدينة دومة في الغوطة الشرقية ما خلف ضحايا وجرحة مساء يوم الأحد العاشر من كانون الثاني وأوضح مراسل عينب بلدي أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الطيران الحربي على المدينة وصل إلى عشرة أشخاص إضافة إلى ما يقارب خمسين جريحا مشيرا إلى أن فرق دفاع المدني توجهت لإنقاذ ناجين من تحت الأنقاض بدوره نشر دفاع مدني في الريف دماشق عبر صفحة رسمية في فيسبوك حصيلة الضحايا وقال إن ثمانية أشخاص قتلوا كحصيلة أولية بينهم طفل وامرأة مضيفا أن قرابة خمسة وثلاثين آخرين أصيبوا معظمهم نساء وأطفال وأشار الدفاع المدني إلى مفقودين تحت ركام الأبنية المهدمة جراء القصف الجوي بغارتين جويتين أطلقت عشرة صواريخ موجهة شديدة لانفجار ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل داخل الأحياء السكنية وفي عنوان آخر نقرأ اشتباكات متقطعة على أطراف دروشا ومعما الورق الكسوى يحترق حيث ألقت طيران المروحي التابع لنظام الأسد أربعة براميل متفجرة استهدفت منطقة القصور في بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي أسفرت عن دمار واسع في المزارع الخاصة والممتلكات العامة دون ورود أنباء عن أي إصابة بشرية كما استهدف الفوج 137 مدفعية الطريق الواصل بين بلدتي خان الشيح وزاكية المتاخمة لها بالرشاشات الثقيلة لمنع المرام من العبور وتشديد الحصار على بلدة خان الشيح المستمر منذ ما يقارب الثلاثة أعوام كما استهدف الفوج المزارع والأراضي المشرفة عليه في منطقة أشرفية العباسة بمدفعية الشيلكة ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأفاد مراسل عينب بلدي في الغوطة الغربية أن اشتباكات متقطعة جرت منتصف الأسبوع الماضي بين فصائل من الجيش الحر وقوات الأسد على أطراف بلدة دروشا ومحيط تلة الكابوسية في محاولة الأخير التقدم في مناطق سيطرة الجيش الحر بالتزامن مع هذه الأحداث تشب حريق كبير في معمل الورق يوم الاثنين قرب منطقة المناهل التابعة لمدينة الكسوة بعد سقوط قذيفة مدفعية مجهولة المصدر أدت إلى احتراق جزء كبير منه ولم ترد أي معلومات عن إصابات نتيجة الحريق وبالانتقال إلى موقع كلنا شركاء نقرأ في العنوين جمال سليمان بشار الأسد أبلغني أن إسرائيل لن توافق على إسقاط نظامه حيث أكد الفنان السوري المعارض جمال سليمان أن المعارضة ستذهب إلى المفاوضات مع النظام في نهاية الشهر الجاري وهي متمسكة ببيان جينيف واحد كأساس للحل السياسي وكشف سليمان في العاصمة المصرية القاهرة أمس في تصريحات نشرتها القدس العربي عن أن كل من الدوحة وأنقرأ اعترضتها على مشاركة مجموعة إعلان القاهرة في اجتماعات الهيئة العليا قبيل تشكيلها في الشهر الأخير من عام 2015 علما أن الهيئة تضم 170 شخصية وطنية وأربعين تجمعا سياسيا وتيارا من مختلف الأطياف السورية وأشار سليمان إلى ما قاله له بشار الأسد حرفيا في آخر لقاء بينهم في عام 2011 من أن إسرائيل لا تريد إسقاط النظام وإن أي تدخل عسكري على شكلة التدخل الليبي لن يحصل في سوريا لذلك سنحارب كل من يقف ضدنا وقال سليمان من يومها قلت إن المشروعية في نظام الحكم لا تقوم بالوراثة بل بإصلاح حقيقي وتدول قانوني للسلطة وانتخابات ديمقراطية وجاء في خبر آخر المحيسني النصرة لم تعتقل هذه العبدالله حيث نفى الشيخ عبدالله المحيسني عضو اللجنة الشرعية في جيش الفتح يوم الأحد العاشر من كانون الأول اعتقال جبهة النصرة للنصرة الإعلامي هذه العبدالله داعي للعبدالله إلى توضيح الأمر وقال المحيسني في تغريدة له على حسابه في تويتر أبلغني الأخوة في النصرة أن هذه لم يعتقل ولست في موقع الحدث وننتظر من الغالي هادي أن يوضح الأمر كتب الله أجره وكل خلاف يزول بوجود العقلاء وهذا ما أكده أيضا عبدالرزاق صبح مراسل كلنا شركاء وكانت مجموعة من جبهة النصرة دهمت صباح اليوم مقر إذاعة فريش في مدينة كفرنبل في جبل الزاوية بريف إدلب وقالت الإذاعة عبر موقعها الإلكتروني إن المجموعة اعتقلت كل من الناشط الإعلامي هادي العبدالله ومدير المكتب الإعلامي لمجلس مدينة كفرنبل رائد الفارس مشيرة إلى أن سبب اقتحام عناصر النصرة لمقرها ما زال مجهولا وسط رفض من عناصر المداهمة توضيح سبب هذه المداهمة وبالانتقال إلى موقع العربي الجديد نقرأ في العنوين مقتل شرطي تركي واثني عشر من الكردستاني جنوب شرق تركيا وجاء في تفاصيل الخبر تمكنت الشرطة التركية من قتل اثني عشر عنصرا من حزب العمال الكردستاني يوم الأحد في قضاء أدريميد التابع لولاية فان جنوب شرق البلاد في عملية أمنية استشهد خلالها شرطي تركي كما صدرت القوات الأمنية خلال العملية الثلاثين قنبلة يدوية واثني عشر بندقية ورشاش بيكي سي كما نقرأ في خبر آخر فرانسوا أولاند يقوم بزيارة مفاجئة لمسجد باريس الكبير وجاء في تفاصيل الخبر قام الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يوم الأحد بزيارة مفاجئة إلى مسجد باريس الكبير بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم على الأسبوعية الفرنسية شارلي إبدو وجاءت زيارة أولاند خلال تظاهرة الأبواب المفتوحة التي دعا لها رجال دين مسلمون في فرنسا بالتزامن مع الذكرى فيما ينتظر انطلاق مسيرات حاشدة إحياء للمناسبة وبهذا الخبر نختم حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة